اهلا بكم من جديد اعلن الرئيس تونسي قيس سعيد اطلاق استشارة وطنية الكترونية في كل ارجاء البلاد بدءا من اليوم وحتى العشرين من مارس اذار المقبل تعطي الاستشارة الوطنية التي طرحها قيس سعيد فرصة لطرح الشعب افكارا ستشكل اساسا للتعديلات الدستورية كما تهدف هذه الاستشارة الى اقرار اصلاحات تثير جدلا لعادة البلاد الى السكة الصحيحة وتجاوز الازمة في تونس من جهة ثانية دعا معارضون الى مقاطعة هذه الاستشارة الشعبية التي دعا اليها الرئيس في المقابل هناك اصوات كثيرة تؤيده وتعتبر قراره ضروريا في الوقت الحالي اذا ما هي طبيعة هذه الاستشارات وكيف يتم تنظيمها وما هي سبل استخلاص النتائج وهل تكفل اعادة بناء ديمقراطية في البلاد مسار والاصلاحات الدستورية في تونس بدأ مع اليوم الاول من هذا العام لينتهي بانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل عام كامل من الاستعدادات والاستشارات الشعبية سوف يتخللها في 25 يوليو المقبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي يتوافق عليها تونسيون الاستشارات والشعبية بشأن هذه التعديلات تستعين للمرة الأولى بمنصات إلكترونية تتيح لكل مواطن أن يقدم اقتراحته بشأن الأبواب الدستورية التي تتناولها التعديلات الحكومة تقول إن الاستشارة ستكون من خلال بوابة وطنية هي عبارة عن موقع إلكتروني لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة في الشأن السياسي وشؤون أخرى وسيتوفر لهذه البوابة ما يضمن أحادية المشاركة وسريتها وخصوصيتها بحسب الحكومة هذا السبيل يحقق عدة غيات في أن واحد فهو يجعل الباب مفتوحا على مدى ثلاثة أشهر للمشاركة في تقديم الاقتراحات ويتوافق مع الحاجة لمراعاة ظروف تفشي وباء كورونا كما أنه أقل كلفة على المال العام ولا يبقي التعديلات حكرا على الخبراء القانونيين ولكنه يرجع دورهم إلى ما بعد جمع الاستشارات لتنظيمها وإعداد النصوص القانونية التي تدخل في مشروع الدستور الجديد الذي سيكون أول دستور شعبي يشارك عامة المواطنين في إعداده هذا المسار ليس طويلا من ناحية الوقت لسيما أن مراحله ثلاثة تتطلب جهدا مشتركا بين عموم المواطنين والمؤسسات الرسمية فضلا عن القوى السياسية والمنظمات المهنية والاجتماعية التي ستكون بحاجة إلى إعادة ترتيب برامجها ومرشحيها إذن إعادة بناء الديمقراطية بما يضمن وقف الفوضى التي سيطرت على أعوام ما بعد التغيير إنجاز كبير يصنعه التونسيون بأنفسهم ليبقى أبدأ نقاش وأرحب بضيفي الكريمين من تونس سيد محمد بعود الباحث السياسي ومن تونس أيضا الدكتور خالد عبيدة الأكاديمي المختص بشؤون السياسية والاستراتيجية ألن بكم على شاشة الغد وأبدأ معك دكتور خالد هل هي الخطوة الأولى على طريق الإصلاح المطلوب أم بداية الطريق في مسار عسير تشبه الانقسامات الداخلية مساء الخير هو في الواقع العتنان معا باعتبار أن هذه الخطوة الأولى وأيضا بداية مسار عسير هناك تتخلله العديد من الألغام أن الألغام ولهذا السبب اعتقادي أنها قد تكون هذه الخطوة الأولى على أساس أن الرئيس قيس سعيد يريد أن يثبت للجميع بأن هذه الاستشارة هي الباب الأول من أجل الخروج بتونس من أزمتها المتعددة الأبعاد هذا أولا وثانا هو يريد أن ينجح بأية طريقة كانت هذه الاستشارة لأنه إن كانت هذه الاستشارة ستكون هناك الكثير من من سيشاركون فيها فإنها ستكون نوعا ما أشبه بالتأييد ونوعا من المبايع الشعبية للرئيس قيس سعيد لذلك رأينا كيف أن القرارات أو إن شاءنا الشروط التي وضعت من أجل إنجاح هذه الاستشارة تشمل الذهاب إلى أقاسي تونس أين لا يوجد فيها الإنترنت وذلك بغاية تشريك عدد أكبر من التونسيين حتى تظهر هذه الاستشارة وكأنها هي مبايع الشعبية والأهم من كل ذلك حتى تكون القرارات التي ستخرج عن هذه الاستشارة والمفرزات التي ستخرج عنها نوعا من الشعية التي يستعملها رئيس قيس سعيد تمهيدا للاستفتاء والذي ينظر من خلاله ضرورة خروج تونس من هذه العشرية والذهاب إلى نظام سياسي جديد مع دستور جديد بطبيعة الحال ونظام انتخابات قانون انتخابي جديد نعم أستاذ محمد أفاق نجاح هذه الاستشارات بهذه الصيغة وبهذه الطريقة ربما الفريدة من نوعها والغير مجربة سابقا وآلية استخلاص النتائج ما هي أفاق نجاح هذه الاستشارات تحية لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم من تونس بداية نسبة نجاح هذه الاستشارة تبدو إلى حد الآن غير معروفة وغير مذمونة أصلا خاصة لعدة اعتبارات الاعتبار الأول هو المحامل الإلكترونية أو البنية التحتية الإلكترونية التونسية هل هي جاهزة لاستشارة بمثل هذا الاتساع وبمثل هذه الكثافة وبمثل هذا الشمولية خاصة أنه في الفترة الأخيرة مثلا وقعت تجربة بسيطة على مسألة الجواز السحي وكللت بتقريبا مهزلة كبيرة لأن البوابة أغلقت تماما من أول ما بدأ التركيز عليها أي أن هناك ما يسمى المحامل الإلكترونية ضعيفة وغير قادرة على تغطية البلاد بمثل هذه الكثافة المسألة الثانية أن الدستير عادة في العالم الكل تكتبها النخبة السياسية والدستورية وتكون في شكل مجلس تأسيسي أو مجلس منتقب لكن لأول مرة سنشهد دستورا كما قال الرئيس يكتبه الشعب وهذه بالتأكيد تجربة قد تنجح وقد تفشل لأن الشعوب صحيح أنها تعلموا ولا تعرفوا ما تريد لكنها في نهاية الأمر قد لا تحسن التعبير عن ما تريد ولها نخبها السياسية والقانونية والدستورية التي بطبيعة مهامها تكتب الدستير أو تضع القوانين أما المسألة الثالثة فأعتقد أن الحياة السياسية التي تبدو غائبة إلى حد الآن تحتاج أيضا إلى تنشيط لأن هذه المسألة صحيحة أن كل الشعب سيساهم في هذه الاستشارة لكن أيضا هناك قوة سياسية هناك منظمات جماهيرية هناك جمعيات هناك حتى ناس مختصة في هذا المجال والأحرى أن يقع تشريك الجميع بعناوينها أيضا وليتحمل كل المسئوليته حين تطرح هذه المسائل مثل ما وقع في تجارب سابقة حينما رأينا كل الأحزاب وكل القوى وحتى تحت الشغل وتحت صناعة التجارة والفلحين وغيره كلها تعطي رأيها في الدستور وفي فصوله وفي أبوابه وبالتالي هذه المسألة هذا الغموذ الذي يكتنفها هو الذي يحدد نسبة نجاحها لأنها إلى حد الآن قد تكون متفائلة قد تكون بالنسبة للرئيس كما قال ذيفك يبحثوا عن مشروعية شعبية أو مباعة شعبية بمثل هذه القوانين لكنها في نهاية الأمر ليست مضمونة النتائج نعم دكتور خالد ما رأيك الرئيس تيس سعيد أساسا تأخر في إطلاق خارطة الطريق للخروج من هذه الأزمة وتأخر أساسا في تشكيل الحكومة حكومة التونسية لتقوم بالإشراف على الحياة السياسية ووصولا إلى الانتخابات الآن هل هذه الآلية المقترحة يعني ربما تؤمن الاستشارة المطلوبة تحقق ما هو مرجو منها يعني لا يمكن اليقين من تجربة تخاض لأول مرة وكما ذكر الأستاذ محمد يعني ربما دول متقدمة متطورة اقتصاديا وتكنولوجيا قد تعجز عن تنفيذ مثل هذا الأمر فكيف بتونس وهي تتعرض لأزمات متلاحقة أولا هذه الاستشارة هي غير مضمونة ولا نعرف بالضبط ماذا ستكون نتيجتها وأشاطر ما ذكره الصديق محمد بعود الذي وجه إليه التحية مثل ما وجهها إليه فيما ذكره من تخوفات ومخاوف خاصة ومثل ما ذكرتم سيدي بأن رئيس قائز سعيد قد تأخر كثيرا وسبق أن أسمينا هذا التأخير بالتمطيط الذي الغير المناسب بالنظر إلى أنه كان من الأجدر بالنسبة لرئيس قائز سعيد بعد قرارات 25 يوليو أن يتحرك بسرعة ويتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لا أن يترك هذه القرارات تتمطط أكثر من اللزوم مما أعطى فرصة لخصومة كي يستردوا المبادرة بطريقة أو بأخرى ولا أعتقد أن ومثل ما ذكرتم هذه الاستشارة حتى في البلدان المتقدمة رأينا في الولايات التحدة الأمريكية كيف أنه تم التخلي عن الانتخابات بطريقة الإكترونية بالنظر إلى ما حدث فيها من تدليس وهذه الولايات التحدة الأمريكية فما بالك تونس ولهذا السبب هذه الاستشارة مثل ما ذكرت غير مضمونة والأهم من كل ذلك وهنا أشاطر الصديق محمد بوعود هذه الاستشارة إذا ما كانت هي البديل عن هذه اللجنة التي صدرت بالأمر سبتمبر 2021 أمر 217 والمتعلق بإحداث لجنة مهمة وسياغة أو تعديل الدستور إذا كانت هذه الاستشارة ستكون البديل عن هذه اللجنة إذا كانت هذه الاستشارة ستكون البديل من خلال استبعاد مكونات المجتمع المدني وخاصة منها المساندة لتوجهات الرئيس وكذلك كبرى المنظمات الوطنية ومنها تحديد الاتحاد العام تونسي للشغل فإننا وقتها يمكن أن نجزم يمكن أن نجزم بأن هذه الاستشارة لن تذهب بعيداً وستكون غير مضمونة ولهذا السبب إذا ما كانت هذه الاستشارة هي البداية كي يقوم الرئيس بنوع من الحوار ونوع من تشكيل من الجبهة المساندة له فإنها حتى وإن أعطت بعض النتائج فإن الاستفتاء سيكمل ذلك خاصة وأنه سيحيط نفسه بجبهة والتساؤل الذي أعتقد أنه في نهاية هو مشروع هل أن هذه الاستشارة كان من الأحرى القيام بها أم كان من الأحرى أن نذهب مباشرة إلى الاستفتاء مع تحضير الأرضية المناسب للاستفتاء من خلال هذه اللجنة التي طال نشر تكوينها في سبتمبر 2021 وإلى حد الآن لم تتكون كان من الأجر أن تكونت وكان من الأجر أن تقوم بسياغة مشروع سياسي جديد يعرض على الاستفتاء خلال هذا الربيع لأن هذا التمطيط الذي نراه الآن مع الأزمة الاقتصادية الخانقة جدا في تونس فأن تجعل تونس قادمة على كل الاحتمالات وهذا ما لا نرجوه حقيقة نعم البعد أستاذ محمد بعود عن السيناريو التقليدي لإجراء أي تعديل على الدستير تقوم به لجان خاصة من فنيين من قانونيين من أخصائيين في الدستور بعض المثقفين بعض الأدباء بعض الكتاب والمفكرين ثم يعرض على الشعب الآن هذه التعديلات ليست حكر على هؤلاء ويشارك بها عامة الناس ما هو العوار في ذلك؟ أعتقد أن المسألة كتجربة ربما تكون رائدة أيضا وربما تحقق نجاحا وربما تصبح حتى قدوة أو نموذجا يقتدى به في دول أخرى لكنه أيضا محفوف بالمخاطر طالما أن هناك التجارب المقارنة في كل دول العالم وكان بالإمكان أن نحصل على نسخة لا نقول تقليدية أو كلاسيكية إنما نسخة حديثة ونسخة جيدة من الإصلاحات الدستورية والاستشارات الشعبية بعيدا عن مسألة كما قلت يعني يغلب عليها شيء واحد هي نسبة المشاركة لأن ليس كل التونسيين لديهم محامل إلكترونية أو بإمكانهم الدخول إلى هذه المنصة وكذلك مسألة قوة الأنترنت في تونس وقدرتها على مواكبة حدث بهذه الأهمية ونسبة الأمية في البلاد أيضا وأكرر هنا أن لا بالنسبة لمسألة التصويت عادة حتى الأمي يعني ليس بمنطق الأمي الذي لا يجيد القراءة والكتابة إنما مسألة الإلكترونية يعني يستطيع حسمها بمجرد زر على الهاتف الذكي أو على الحسوب وبالتالي مسألة الأمية ممكن التغاذي عنها باعتبار أن البلاد قد قطعت نوعا ما شوطا كبيرا في محاربة الأمية وتقريبا جميع التونسيين يتقنون هذه المسأل لكن المسألة في المضمون عندما تطرح يعني يقال أنها في شكل ثلاثين محور وكل محور يتكون داري من خمسة أسئلة أو ستة محاور وبالتالي يعني هي حتى نص الاستشارة ليس سهلا على المواطن العادي أو على العامل أو العاطل عن العمل أو الفلاحة أو غير ذلك أن يستوعب كمية هذه الأسئلة ويجيب عنها في مختلف المحاول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لذلك أعود إلى الكلمة الأولى وهو أن هناك نخبا سياسية وثقافية ودستورية وقانونية هي التي من مهامها وضع الدستير أو وضع الإصلاحات أو وضع القوانين نعم دكتور خالد لماذا اخترى الرئيس قيس سعيد الذهاب إلى هذا المسار الطويل يعني هل يريد أن يبعد إشراك أي مكونات سياسية أن يذهب لاستشارة الشعب مباشرة أن يحتمي بالشعب ويعطيه الشرعية الكاملة لما يريد أن يقدم عليه هو هذا موجود على أساس أنه يبحث عن أن تكون لديه شرعية مباشرة يأخذها مباشرة من الشعب من خلال النتائج التي ستفرز هذه الاستشارة وهذا الأمر متوقف على مدى قدرة هذه الاستشارة على أن تخترق عموم التونسيين يعني تكون مشاركة أوسع وكبيرة جدا هذا أولا وثانيا الأهم من كل ذلك أن لا يقع اختراق هذه المنظومة وهذه الاستشارة من قبل بعض المجموعات والتي بإمكانها بطريقة أو بأخرى أن تشل عمل هذه المنظومة ولهذا السبب ربما رئيس قيس سعيد عندما قرر أن يذهب في هذا التوجه كان لديه هاجس معين وتخوف وريبة معينة من القواء التي تدفع كانت تدفع حتى قبل قررت 25 يولو إلى الحوار وهذا الريبة إن شئنا وهذا التخوف هو الذي جعله يفكر في استنباط طريقة أخرى من الحوار تكون مخالفة ومغايرة للحوارات التي شهدتها تونس خاصة منها حوار سنة 2013 وكذلك حوار قرطاج واحد وقرطاج اثنين في 2017 وفي 2016 وفي 2017 وفي 2018 وجعله يفكر في استنباط هذه الطريقة على أساس إن ثمت حوار فليكن حوار مع الشعب مباشرة ولماذا الاعتماد على ما يسمى بالأجسام الوسيطة سواء من مكونات المجتمع المدني أو الأحزاب التي ربما لديه منها موقف وأيضا حتى منظمات المجتمع المدني يعني في هذا الإطار يمكن أن نفهم لماذا اختار رئيس الجمهورية أن يستنبط ويذب في هذا التوجه لأنه يدرك أن هذا التوجه قد يبعده عن أن يورط نفسه بطريقة أو بأخرى في حوار غير مقتنع به مع أطراف هو لا يثق فيها سواء من السياسيين أو أيضا من مجتمع المدني نعم أستاذ محمد عام كامل من الاستعدادات الاستشارات والاستفتاء في يوليو وصولا إلى الانتخابات في ديسمبر العثارات والتحديات المتوقعة هناك يعني دائما نرجو أن لا تكون هناك عثارات ونتمنى أن يتحقق لتونس كل ما يمكن أن يخرجها من هذه الأزمة لكن أعتقد أن هناك مسائل لابد من النظر فيها بكل جدية وأولها هو مواصلة هذه المواصلة غير المجدية لإقصاء كل القواء السياسية وتحييدها عن المشهد لأنه ليس الجميع متورط في فساد العشر سنوات الفارتة وفي فشل العشر سنوات الفارتة هناك قوان لم يكن بيدها حيلة هناك قوان كانت تعارض المسارات الفارتة وبالتالي من حقها أن تكون شريكة في صنع مستقبل تونس هناك المسألة الثانية هي الحوار الاجتماعي الذي لا بد أن يستمر وأن يتواصل مع القواء الاجتماعية وعلى رأسها اتحادية الشغل والأعراف والاتحاد الفلاحين والمنظمات الطلبية والجماهيرية هناك المسألة الثالثة هو الخطاب أو التواصل الإعلامي لأننا لا يمكن أن نجد آلية تستطيع أن تقنع الناس في الأحياء الشعبية وفي المدن والأرياف أن يسوتوا على استشارة تويلة من عدة محاور لا بد من وجود القواء الحاملة لهذه الفكرة والمدافع عنها مثل ما نعرف في الانتخابات التي تجري والاستفتاءات التي تجري في كل بلدان العالم دائما هناك أحزاب وجمعيات ومنظمات تقوموا بالدعاية لبرنامج معين وبالتالي إذا تواصل تحييد كل القواء السياسية وحرمانها من الفعل السياسي أو المشاركة السياسية فأننا سنسلوا إلى حالة نجد فيها أن مثلا التلفز الوطنية فقط تقوموا بالدعاية لمثل هذه الاستشارة التي من حق الجميع المشاركة فيها سواء بالتأييد أو المعارضة نفس الشيء البلاد تتسع للجميع المسألة الثالثة هو أن رئيس الدولة خلال خطابين متتاليين حول هذه الاستشارة تحدث عن النموذج البلجيكي أو التصويت الآلي وهي غير هذه الاستشارة الإلكترونية لأنه في بلجيكا وقعت تقريب مرة واحدة فقط وسوت الناس ذهبوا إلى مكاتب الاقتراع وبدل أن يضعوا ورقة في الصندوق ضغطوا على زر في آلة أما بالنسبة للإستشارة في تونس أعتقد أنها ستتم عن طريق الحسوب أو الهواتف النقالة وبالتالي المسألة كما قلت لا تزال غامضة وتجد تقع لأول مرة في بلد محامله الإلكترونية ضعيفة ومحامله السياسية لا زال تقريبا أكثر من نصفها معطل عن العمل منذ 25 جهر دكتور خالد مواقف ودعوات للمقاطعة أيضا هناك مواقف ربما ضبابية وغامضة من بعض الاتحادات والنقابات المهنية هل هذه خارطة الطريق هذا ربما قابلة للتطوير والتغذية الراجعة هو في نظري بالنسبة لدعوات المقاطعة لا أعتقد أنها ستؤثر كثيرا فيما يخص هذه الاستشارة بالنظر إلى أنه صحيح هناك بعض القواء التي ترفض هذه الاستشارة هي بطبيعة الحال لن تشارك فيها لكن الخوف أنها تحاول بطريقة أو بأخرى تعطيلها من خلال محاولة اختراقها إلكترونيا هذا أولا وثانيا بالنسبة للمنظمات المهنية وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل هو الاتحاد لا يعارض أن يكون هناك حوار لا يعارض أن تكون هناك هذه الاستشارة الإلكترونية لكن المهم من كل ذلك بالنسبة إليه هو أن يقع تشريك الاتحاد والمنظمات المهنية والمنظمات الوطنية في الحوار وفي تحديد مستقبل تونس باعتبار أن الاتحاد يعتبر نفسه شريكا أساسيا في هذا الوطن وشريكا أساسيا في تكوين الدولة الوطنية الحديثة والأهم من كل ذلك بالنسبة لهذه المسألة أيضا مسألة الحوار ومسألة الاستشارة هو ما يترقب منها في نهاية الأمر وهذا بالذات هو الذي يطرح أكثر من تساؤل نعم دكتور خالد عبيد الأكاديم المختصة بشؤون السياسية والاستراتيجية كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك شكر موصول لأستاذ محمد بعود البحث السياسي كنت معنا من تونس أيضا شكرا جزيلا لك وأكل شكر لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة ألقاكم بخير شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم نعم اشتركوا في القناة